السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزاء الطلاب في درس جديد من دروس الرياضيات للصف الثاني عشر المسار العلمي والتكنولوجي بعنوان مفهوم النهاية وهو الدرس الأول من الوحدة الأولى الجزء الرابع سوف نتعلم في هذا الفيديو التعرف على النهاية عندما X تقترب من positive or negative infinity إيجاد النهاية للدالة عندما X تقترب من positive or negative infinity والآن عزيز الطالب مع النهاية عندما X تقترب من positive or negative infinity في الدروس السابقة لم نعرف سوى النهايات التي تكتب على الصورة limit f of X عندما X تقترب من A حيث أن A كان عددا حقيقيا محدد والسؤال الذي يفرد نفسه الآن ماذا يحدث للدالة لو تخطط قيم المجال كل الحدود الممكنة؟ أو بمعنى آخر ماذا يحدث إذا اقتربت X من موجب أو سالب مال نهاية؟ X تقول إلى positive infinity أو X تقول إلى negative infinity وللإجابة على هذا السؤال نقوم بالنظر في التمثيل البياني للدالة f of X equals 1 over X فنجد أنه إذا تحركنا على منحنة دالة بحيث يزيد الإحداث X بصورة غير محدودة كما في الشكل المقابل نجد أن الإحداث Y يقترب أكثر فأكثر من العدد 0 فنقول عندما X تقول إلى positive infinity فإن 1 over X يقول إلى 0 وتكتب limit 1 over X عندما X تقول إلى infinity equals 0 وأيضا إذا تحركنا على منحنة دالة بحيث يقل الإحداث X بصورة غير محدودة كما بالشكل نجد أن الإحداث Y أيضا يقترب أكثر فأكثر من العدد 0 ونقول عندما X تقترب من negative infinity فإن 1 over X يقترب من 0 وتكتب limit 1 over X عندما X تقترب من negative infinity equals 0 ملاحظة نقول أن المستقيم Y equals 0 هو خط تقارب أفقي كما بالشكل للتمثيل البياني للدالة f of X equal 1 over X ولاحظ عزيز الطالب أنه الخط الذي يقترب منه الإحداث Y كلما زادت قيم X أو negative X بشكل غير محدود والآن عزيز الطالب مع تعريف النهاية عندما X تقترب من positive or negative infinity limit f of X عندما X تقترب من positive infinity equals L تعني أن الدالة تقترب من العدد الحقيقي L كلما زادت قيمة X بشكل غير محدود ونقول في هذه الحالة أن نهاية الدالة نهاية الدالة هي L عندما تقترب X من positive infinity وكذلك نهاية الدالة f of T equals 12T square minus 15T plus 12 over T square plus 1 حيث T مقدار الزمن المنقضي بالأسابيع وف of T كثافة الأكسوجين في بركة الماء كما يوضح الشكل المجاور أوجد القيمة النهائية لكثافة الأكسوجين مع مرور الزمن هل هي نفس كثافة الأكسوجين في البركة قبل وضع النفايات العضوية فيها الحل نقوم بحساب كثافة الأكسوجين في البركة بعد أسبوعين مثلا فيكون f of 2 equals 12 times 2 square minus 15 times 2 plus 12 over 2 square plus 1 وبإجراء العملية الحسابية باستخدام الحاسبة يكون الناتج equals 6 ويمكن كذلك إيجادها من خلال التمثيل البياني فعندما نقف على محور الزمن T عند العدد 2 ونتحرك لنقطع منحنة الدالة نجد أن قيمة f of 2 المناظرة هي أحسنت 6 ثم نقوم كذلك بحساب كثافة الأكسوجين في البركة بعد أربعة أسابيع وذلك بالتعويض عن T في قاعدة الدالة بالعدد 4 فيكون f of 4 equals 12 times 4 square minus 15 times 4 plus 12 over 4 square plus 1 ومرة أخرى بإجراء العملية الحسابية باستخدام الحاسبة يكون الناتج تقريبا 8.5 ويمكن كذلك إيجاد كثافة الأكسوجين في البركة بعد أربعة أسابيع من خلال التمثيل البياني كما فعلنا سابقا عند حسابه بعد أسبوعين فعندما نقف عند العدد 4 ثم نتحرك لنقطع منحنة الدالة نلاحظ أن قيمة f of 2 المناظرة تقريبا عند 8.5 ويمكننا إنشاء الجدول أدنى بين قيم T وقيم f of T المناظرة ونلاحظ من خلال الجدول عند زيادة قيم T بشكل غير محدود فإن قيم f of T تقترب أكثر فأكثر من عدد ما هل تستطيع عزيز الطالب أن تستنتج هذا العدد؟ وقبل الإجابة نلاحظ أنه يمكننا تحديد ذلك من خلال التمثيل البياني للدالة بالبحث عن خط التقارب الأفقي الذي يقترب منه منحنة الدالة كلما زادت قيم T بشكل غير محدود كما هو واضح من الشكل والآن عزيز الطالب هل استنتجت ما هو هذا العدد؟ سواء من الجدول أو من خلال التمثيل البياني؟ ممتاز إنه العدد 12 ونستطيع أن نقول أن limit f of T عندما T تقترب من infinity equals 12 وهذه كانت الإجابة على الجزء الأول من السؤال أما بالنسبة للجزء الثاني هل هي نفس كثافة الأكسوجين في البركة قبل وضع النفايات العضوية فيها؟ نجد أنه ستعود كثافة الأكسوجين لتقترب من قيمتها السابقة قبل وضع النفايات من دون أن تساويها وذلك لأن f of 0 equals 12 ولاحظ كذلك عزيز الطالب أن الخط الذي معادلته f of T equals 12 يسمى بخط التقارب الأفقي وهو الخط الذي تقترب منه قيمة f of T عندما تزداد قيمة T بشكل غير محدود والآن عزيز الطالب حان دورك لتقوم بالحل حاول أن تحل تمرين رقم 33 صفحة 14 إذا كانت Y equals X over 1 plus 2 X أوجد الفرع A Limit Y عندما X تقترب من positive infinity والآن عزيز الطالب أوقف الفيديو وحاول أن تحل السؤال ثم تحقق من صحة حلك الحل إذا تحركنا على منحنة دالة بحيث تزداد قيمة X بشكل غير محدود كما هو واضح من الشكل نجد أن قيمة الإحداث Y تقترب أكثر فأكثر من العدد half ويكون Limit Y عندما X تقترب من infinity equals half لاحظ أنها تقترب من خط التقارب الأفقي الذي معادلته Y equals half والآن عزيز الطالب مع الفرع B أوجد Limit Y عندما X تقترب من negative infinity مرة أخرى عزيز الطالب أوقف الفيديو وحاول أن تحل السؤال ثم تحقق من صحة حلك الحل إذا تحركنا هذه المرة على منحنة دالة بحيث تقل قيمة X بشكل غير محدود أو نقولها بصورة أخرى تزداد قيمة negative X بشكل غير محدود الجملتان بنفس المعنى فنلاحظ أن قيمة الإحداث Y تقترب أكثر فأكثر من العدد half ويكون Limit Y عندما X تقترب من negative infinity equals half ولاحظ أيضا أنها تقترب من خط التقارب الأفقي الذي ذكرنا أن معادلته سابقا Y equals half والآن عزيز الطالب مع حالات عدم وجود النهاية وجود النهاية قد لا توجد نهاية للدالة F of X عندما تقترب X من A في الحالات التالية رقم 1 إذا أصبحت قيمة F of X كبيرة بشكل غير محدود موجب أو سالب وذلك عندما تقترب X من A من أي من الجهتين نكتب Limit F of X عندما X تقترب من A equals infinity أو Limit F of X عندما X تقترب من A equals negative infinity لأنه كما ذكرنا في الدروس السابقة فإن positive infinity وnegative infinity أحسنت ليست أعدادا حقيقية ويكون في أي من الحالتين النهاية غير موجودة والآن مع الحالة الثانية رقم 2 إذا أصبحت قيمة F of X كبيرة بشكل غير محدود موجب مثلا وذلك عندما تقترب X من A من جهة معينة وأصبحت قيمتها كبيرة بشكل غير محدود سالب مثلا عندما تقترب X من A من الجهة الأخرى فيكون عندها Limit F of X عندما X تقترب من A أحسنت غير موجودة والآن مع الحالة الثالثة رقم 3 إذا كانت Limit F of X عندما X تقترب من A من جهة اليسار equals L و Limit F of X عندما X تقترب من A من جهة اليمين equals M وكانت L not equals M تكون عندها Limit F of X عندما X تقترب من A ممتاز هي أيضا غير موجودة والمخطط التالي يوضح التمثيل البياني للدالة Y equals F of X والتي من خلالها نوضح بعض الحالات لوجود أو عدم وجود نهاية للدالة عند قيم محددة فمثلا عند بحث نهاية الدالة عندما تقترب X من negative 6 نجد أنه عندما نتحرك على منحنة دالة على يسار المتغير X equals negative 6 نجد أنه كلما اقترب الإحداث X من العدد negative 6 من جهة اليسار فإن الإحداث Y يقول إلى موجب ما لا نهاية ونكتب Limit F of X عندما X تقترب من negative 6 من جهة اليسار equals infinity وكذلك عندما نتحرك على منحنة دالة من على يمين المتغير X equals negative 6 نجد أنه كلما اقترب الإحداث X من العدد negative 6 من جهة اليمين كما بالشكل فإن الإحداث Y يقول إلى سالب ما لا نهاية ونكتب عندها أن Limit F of X عندما X تقترب من negative 6 من جهة اليمين equals negative infinity والآن عزيز الطالب ما رأيك؟ هل توجد نهاية للدالة عندما X تقترب من negative 6؟ ممتاز طالما أن Limit F of X عندما X تقترب من negative 6 equals positive infinity من جهة اليسار وnegative infinity من جهة اليمين فإن النهاية تكون غير موجودة لأنه كما ذكرنا سابقا أن positive infinity وnegative infinity ليست أعدادا حقيقية ولبحث نهاية الدالة عندما تقترب X من negative 4 نتحرك على منحنة الدالة من على يسار المتغير X equals negative 4 كما بالشكل فنجد أنه كلما اقترب الإحداث X من العدد negative 4 من جهة اليسار فإن الإحداث Y يقترب من العدد 2 ويكون عندها Limit F of X عندما X تقترب من negative 4 من جهة اليسار equals 2 وإذا تحركنا على منحنة الدالة على يمين المتغير X equals negative 4 فنجد أنه كلما اقترب الإحداث X من العدد negative 4 من جهة اليمين كما هو واضح من الشكل فإن الإحداث Y يقترب من العدد 3 ويكون Limit F of X عندما X تقترب من negative 4 من جهة اليمين equals 3 والآن عزيزي الطالب مرة أخرى ما هو قرارك؟ هل توجد نهاية للدالة عندما تقترب X من negative 4؟ علما بأن النهاية اليسرى كانت 2 والنهاية اليمنى كانت 3 أحسنت طالما أن النهاية اليمنى لا تساوي النهاية اليسرى فيكون Limit F of X عندما X تقترب من negative 4 غير موجودة وبالمثل يمكننا استنتاج النهاية عندما X تقترب من العدد 0 فنجد أن Limit F of X عندما X تقترب من العدد 0 equals 3.4 وذلك على الرغم من أن قيمة الدالة عند X equals 0 تساوي 2 F of 0 equals 2 ويمكننا كذلك استنتاج النهاية عندما X تقترب من العدد 3 فنجد أن النهاية اليسرى تقول إلى سالب ما لا نهاية وكذلك النهاية اليمنى تقول أيضا إلى سالب ما لا نهاية فيكون Limit F of X عندما X تقترب من 3 equals negative infinity كما هو متعارف عليه ولكن كما قلنا سابقا فإن Positive Infinity و Negative Infinity ليست أعدادا حقيقية وعلى ذلك تكون النهاية غير موجودة وكذلك يمكننا استنتاج نهاية الدالة F of X عندما X تقترب من 4 فنجد أن Limit F of X عندما X تقترب من 4 equals 1 ولاحظ عزيز الطالب أن ذلك بالرغم من أن F of 4 غير معرفة فنلاحظ وجود فجوة في منحنة الدالة عند النقطة 4 and 1 ولكن ذلك لم يمنع من وجود نهاية الدالة عند X تقترب من 4 ويمكننا كذلك استنتاج نهاية الدالة عندما تقترب X من العدد 6 فنجد أن Limit F of X عندما X تقترب من 6 equals 2 وكذلك نجد أن F of 6 في هذه الحالة equals 2 وتلاحظ أن قيمة النهاية هي نفسها قيمة الدالة وفي نهاية هذا الدرس نتمنى لكم المزيد من التفوق دمتم سالمين